بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين الممثلين لعدة قطاعات حكومية تعناب التقنيات الحيوية يطلق قطاع البيئة والتنمية المستدامة ورشة تحسيسية حول النظام المتعلق بدرأي مخاطر التقنيات الحيوية في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وذلك بالتعاون مع معهد الساحل وقد أكد المكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أحمد للزين لدى افتتاح أعمال هذه الورشة أن موريتانيا أحرزت تقدما ملحوظا من خلال ترسانة قانونية مكنت من الاستفادة من العديد من المزايا في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة مشيرا في هذا الصدد إلى أن موريتانيا صادقت على عدة قوانين دولية تتعلق بالسلامة الأحيائية وتلتزم باعتماد إطار قانوني وتنظيمي من أجل تجنب المخاطر غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بالكائنات المعدلة ورادية المدير العام لمأهد الساحل تحدث عن أهمية هذا اللقاء في خلق المزيد من الوعي بين دول المنطقة بضرورة الوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية الباقع يشكل اعتماد هذا الميثاق من طرف مجموعة غرب أفريقيا في 5 ستمبر 2020 في نيامي نيجر خلال الدورة الرابعة والثمانين لمجلس وزرائها خطوة مهمة في مراقبة المنتجات المستمدة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة حيث هذا الاعتماد يأتي بعد فترة طويلة من التفكير والتشاور حول الموضوع اللقاء أتاح متابعة عدة عروض من بينها حالة السلامة الأحيائية في موريتانيا وفي فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا